السلام عليكم ومرحبا بالناس لو ما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الديزيد اليوم الحصة بتاعنا وغادي نتكلموا على وان يعني التصريحات تعملوا تيبي لدارها في جنوب إفريقيا في ملادها يعني والدول المرشحة لاحتضان كان الفين وخفص وعشرين هنا غدي نعطوكم واحدة النقاط النقاط يعني بلغت فيتكم بلغ موهم نعطيكم واش الميلف الذي سوف يدرس الميلف الواحد اللي غدي يدرس ماتع الجزائر ماتع المغرب وينو الميلف الواحد اللي غدي يدرس هذي راني جايب لكم يعني معلومة من مصادر موثوقة ومشي من الجزائر هني جايبها ومشي من الجزائر مصادر موثوقة ومشي من الجزائر قال لي باش يكون على باكم الميلف الواحد الذي سوف يدرس وغادي في هذه الأيام غادي تشوفوا بعينيكم إن شاء الله الإعلام بتاعنا وإن شاء الله لا لا كاين فيشبوكاين ما نقارعوش الإعلام بتاعنا يا حتى الميلف الذي سوف يدرس هو تحضر زومبيا لماذا؟ لأن زومبيا في حياتها لم تلظم أي ناشاط رياضي في تاريخ تاح في تاريخ تاح في تاريخ تاح إفريقيا قال زومبيا يدرس حفنك يحط الميلف تاح باش يكون على باكم سوف يدرس لجنة لجنة مراقبة البنية التحتية الملاعب بزر سوالح ويدروا التقارير تاحهم اللي يكونوا واجدين دو ميلف تساك اللي يكونوا واجدين ما يكونوا واجدين هذه باش ديروها في علمكم خلتاني نقولكم سوالح سيسرعوا هذا سيسرعوا هذا سيشوفوهم لجنة المراقبة البنية التحتية الملاعب المرافق يعني اللي يكونوا واجدين سيشوفوهم إن شاء الله بربي يعني قريب مشي بزر بشي بعيد خلتاني نجيبوكم هدران هدران زايدة اه نقطع يعني قلت لكم على زومبيا زومبيا يشوفو لها من العامين لكانت واجد ما كانت واجد ويني عاودوا يرجعوا مصر منظمتها كاميرو نظمتها كوتيبو نظمتها يعني يعودوا يرجعوا للبلدان اللي رأي في مدة ما نظمتها اولا البلد الوحيد اللي يكون مرشح مباشراتا لاحتضان كأس افريقيا الفين وخمسة وعشرين هو البلد المغريب في حال ما المغريب الفضل لا ينظم هذه الدورة سوف يتجل الجزائر هذه متعليقة هذه تجعلنا من الناس لمحاقين ملفات في حال ما مكة زومبيا سوف تذهب للمغريب ألف مئتين بالمئة كما بريت راني معك 200% تذهب للمغريب بعد زومبيا لأنني أعطيكم في المعلومات هذه المعلومات سوف يجعلوا المهم ترى الأحداث التي سترى وأنا سوف أعطيكم معلومات وأنتم ترى الأحداث التي سترى وهذا مكتب ليس قضية زعمك بس أني نحن رضع لأخو أنني أعطيكم مصادر موثوقة مصادر موثوقة ليس من الإتهادية الإتهادية لا يوجد وإن الواظر ليس من المعارض الإتهادية لا يوجد أقولكم بلد الملف الذي سوف يدرس سوف يدرس هو الملف تعزونبيا برق ميف ترك الملف تعزونبيا برق سوف يدرس لجنة مرابة الملاعب فلاديق البنية التحتية يعني بزيف سوالح لأمن قراءة لأمن قراءة بزيف سوالح ما صعبوه واشده مئة بالمئة نقاط ما عنداش نقاط يعني بدون مشاوار بدون يعني مكاش يعنو على البلد المنظم الثاني هو المغرب في حال ما المغرب رفض ما بغاش ينظمها آير الجزائر هذه نعطي لكم أوفيسيال متعليقة إلى المغرب ما بغاش ينظمها آير الجزائر صحتنا صحتنا كما هك كما هك الأسباقية هذه الحقيقة لأبالك الوازير على باله وبالك الرئيس الاتحادية على باله يتحبل مسؤولية تأحم خير 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 شهدنا بزم ناس يقول الدول الفلال رغمانا رغمانا يهو دي الله مشكي معك الله يدو سيطاعك ما غدا يحلوه أنا نعطيك رسمية أنا نعطيك وشكاين ما السهلة تأتبال لك ما أنا أنا نقول لك لما راح لما جاءت الزوميا هم يحوث لا جزائر للمغرب هم ماذا بهم الزوميا تكون وزد دو مال بلد سنعطيك نعطيك الرسمي يا يا بس هذي خاتش عليها هذي بالد يعني سحبوها من البلد وتديها بالد يعني باش يكون على بالك هذي آخر أخبار أخبار كيف هذي اشتامعوا في يومين اشتامعوا يوم الثلاثاء ناس اشتامعوا يوم الثلاثاء تصريحات خرجوا بلان معا ناس اشتامعوا الثلاثاء ثم هنا يحوث على العربية الفلانية ويحوث على فلان ويقرأ المجر بجي يمزي العبد التاعو ويهدر على شهري ويهدر من ويهدر من ويهدر الرجالة استامعت وقرت في جنوب إفريقيا أنا رأي نعطيكم شكين نعطيكم آخر أخبار آخر أخبار يعني نعطيك في آخر أخبار صدقها ما تصدقها الأيام هي التي تكشف يعني نقول للشكين الرجالة استامعوا يوم الثلاثاء في مأدبة عشاء استامعوا كيف بعض الآضاء أخبار مواطن بسيط مواطن مواطن بسيط ننقل لكم الأخبار شكين يعني يقبل حدوثها نقول لكم بلي وين راهم يعني شعرهم يوجدوا شعرهم يوجدوا شعرهم يوجدوا ناس وين شاب دين عمارة وين راسلهم شاب دين عمارة راسلهم هنال رحكوا عليه قال لك هذا ما رأى عرف ولو احنا عنا مين بتعنا كباش بسعو راسلكم راسلكم قال لكم يا شكين يا شكين تلقى واحد المعلومات قال لكم يا شكين يا شكين بسعو نضح كنتم اضحكتوا عليه وقالوا لذا مراش عارف مراش عارف وقالوا تدخرج يعني نقول لكم نعاود الميلف الواحد بركة نعاود هاكم الميلف الواحد الذي سوف يفتح وهو ميلف زومبيا لأن زومبيا عمر هلال نظمة وين أكد رئيس الكعب خلال ندوته الصحابية في جنوب إفريقيا أن الجزائر والبينين والمغرب والنيجيريا والزومبيا هي الدول التي ترغب في استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد انسحاب غينيا والتي كانت غير مستعدة للاستضافة هذا يكون على بيكم يعني قلت لكم هو رئيس اتحاد الإفريقي بروخهدر قال زومبيا قال الجزائر بينين نيجيريا والمغرب إذا ما صابوش يعني الزومبيا جاهزة مئة بالمئة رائحة للمغرب المغرب إلا رفضت قادي الجزائر جزائر رفضت تروح الزومبيا تروح للسينيغال سينيغال سينيغال تروح للسينيغال أنا أقولكم تروح للسينيغال تروح للسينيغال خادش عليه البينين ونيجيريا الدو 27 الدو 27 تروح لأن نحن 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 هذه الحقيقة التي نقول لكم أن الحقيقة مر يجب أن يجب يجب لك زومبيا قال زومبيا لم ينظم أي ناشات رياضي في إفريقيا وما قال لك راينا لا من لا من نحن 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 شكرا